بعد موجة من التأكيد والنفي بوريس جونسون يستقيل من رئاسة الوزراء ومن زعامة حزب المحافظين تاركا خلفه جدلا واسعا في الوسطين السياسي والشعبي جونسون أعلن في كلمة مقتضبة أنه مستمر في مهامه رئيسا للوزراء حتى اختيار حزبه زعيما جديدا للحزب أواخر العام الجاري فما الذي ينتظر بريطانيا بعد استقالة جونسون يتساءل الكثيرون بحسب تقرير لشبكة سكاي نيوز البريطانية فإن لجنة حزب المحافظين لعام 1922 المكونة من أعضاء البرلمان المحافظين ستحدد الجدول الزمني لانتخاب زعيم جديد للحزب وتنص على أن أي فرد يريد الترشح للمنصب أن يتم ترشيحه من قبل ثمانية من زملائه في الحزب أما في حال قدم أكثر من عضوين في البرلمان ترشحهم وحصلوا على ترشيحات كافية فيتم حينها إجراء سلسلة من الاقتراعات السرية على أن يتم استبعاد الفرد الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات بعد كل جولة حتى يبقى اثنان من المرشحين ليأتي بعدها اختيار زعيم جديد للحزب ولرئاسة الحكومة وفق المدة الزمنية التي حددتها اللجنة مسبقا ويسمح للزعيم الجديد أن يختار الدعوة لإجراء انتخابات إذا أراد تأمين تفويضه وذلك في حال عدم كسبه الثقة الكاملة من مجلس العموم كما يمكن لمجلس الوزراء ترشيح رئيس مؤقت للحكومة قبل أن يعقد الحزب مسابقة لاختيار خليفة دائم لجونسون ردود فعل متباينة بشأن استقالة جونسون فمؤيدوه يرون أنه قدم إنجازات لا يمكن التغاضي عنها خلال فترة حكم انتدت لثلاث سنوات أبرزها دوره في انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فيما يتهم من قبل معارضيه بالنخبوية والمحسوبية وخيانة الأمانة والكسل واستخدام لغة عنصرية حتى أن صحيفة الجارديان علقت على استقالة جونسون بالقول إن ذهاب جونسون لن يكفي لإصلاح الضرر الذي لحق بالديمقراطية في بريطانيا وذلك بعد اتهامات لحزب المحافظين الحاكم بارتكابه سلسلة انتهاكات ومخالفات في الأشهر الأخيرة كما ربطت الصحيفة استقالة جونسون بالخوف من الغضب والصخط العام ترجمة نانسي قنقر